كشفه عن خطة بديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعيد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى البرلمان للرد على استفسارة النواب ولم تخل أسئلتهم من الانتقاد لمقترح الحكومة لحل معضرة بريكزيت أحزاب المعارضة اعتبرت خطة جونسون مدمرة وغير واقعية سيتم رفضها هذه المقترحات غير قابلة للتنفيذ وغير مقبولة والأمر يتعلق بإلقاء اللوم على الاتحاد الأوروبي عندما يتم رفض خطته فهي خطة مصممة للفشل إذا ما ذهب رئيس الوزراء إلى الحدود في أيرلندا الشمالية فإنه سيتعرف على خوف الناس الحقيقي من مقترحاته والتي يرون أنها ستؤدي إلى نصب حدود صلبة سواء كان ذلك على الحدود أو في نقطة أخرى من جانبه دافعت جونسون عن مقترحاته البديلة لتفادي وضع حدود صلبة في الجزيرة الأيرلندية للمضي قدما في تنفيذ بريكزيت في موعده نهاية الشهر الحالي كما حذر بدوره أحزاب المعارضة باحترام قرار الشعب البريطاني بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي هذه مقترحات بناءة ومعقولة وتظهر جدية هدفنا حتى وإن لم تقدم كل ما نرغب فيه لكنها تمثل حلا وسطا فبدلا من الاستمرار في هذا الطريق المسدود لحل بريكزيت فقد قمنا بمحاولة حقيقية لتضييق الهوى فيما لا يمكن التوفيق فيه جوهر مقترحات جونسون بشأن ترتيبات الانفصال تكمن في إبقاء أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية المشتركة وحدودها مفتوحة تلتزم بموجبه بمعايير السلع ويوافق عليها أصحاب القرار في أيرلندا الشمالية كل أربع سنوات هذا إضافة إلى إبقاء المقاطعة الأرلندية ضمن القواعد الجمهورية البريطانية لا مؤشرات إيجابية من الاتحاد الأوروبي حول الخطة البديلة لانفصال بريطانيا والتي تبدو شكوك حول إمكانية تطبيقها العملي رغم أن الحكومة ترى فيها تسوية معقولة على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل معها بجدية مصطفى زارو العربية لندن